أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على عمق العلاقات الأمريكية الإفريقية مشيرة إلى الإرادة القوية لواشنطن لتعزيز هذه الشراكة مع دول القارة الإفريقية وشددت هاريس في مستهل جولة إفريقية بدأتها من العاصمة الغانية أكرا شددت على قوة تأثيرها إفريقيا في تحديد مستقبل العالم بما فيه الولايات المتحدة وبعد غانا ستواصل هاريس جولتها في القارة بزيارة كل من تنزانيا وزامبيا وتستمر هذه الجولة حتى الثاني من أبريل المقبل حيث تسعى لتعزيز الحضور الأمريكي في مواجهة عدة قوى في طليعتها الصين وروسيا وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الأستوديو الزميل محفوظ ولد السالك مسؤول تحرير بإذاعة ميديان مختص في شؤون الإفريقية أهلا بك زميل محفوظ ولد السالك مرحبا بك محمد ذن هذه الزيارة هذه الجولة لنقل في ثلاثة بلدان في إفريقيا نتحدث عن غانا تنزانيا وأيضا زامبيا لماذا تركز نائبة الرئيس الأمريكي على هذه البلدان بالذات في إفريقيا في هذه المرحلة؟ أعتقد محمد أنه بشكل عام هذه الزيارة تأتي في سياق اهتمام أمريكي متزايد بالقارة الإفريقية منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة آخر تجليات ذلك كان القمة الأمريكية الإفريقية التي احتضنتها واشنطن نهاية العام الماضي من هنا كانت توالي زيارات مسؤولين أمريكيين للقارة الإفريقية وأعتقد أن هذه البلدان الثلاثة التي تزورها كامالا هاريس على مدى تسعة أيام خيطها الناظم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى هو البعد المتعلق بالديمقراطية فالرئيس الغاني الحالي نانا أكفو أدون تخب لولاية ثانية عام 2020 تستمر أربع سنوات ينص عليها الدستور غانا شهدت تناوبا ديمقراطيا على السلطة في مناسبات عدة هذا يهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركز عليه بشكل رئيسي جدا تنزانيا السامية حسن صلوحي الآن تعتبر المرأة الوحيدة التي تتولى رئاسة بلد إفريقي بعد وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي بالنسبة لزامبيا أيضا الرئيس الحالي هو يعني زعيم معارضة سابق وصل للسلطة أيضا عام 2021 بفارق أكثر من مليون صوت عن أبرز منافسيه بالتالي هذه الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالتناوب الديمقراطي على السلطة يعني تعزيز الحريات تعزيز الديمقراطية هو الخيط النظم بين بلد في غرب القارة وبلدين في شرقها هل يسمح ذلك بقراءة الاختيار الأمريكي في منظور العلاقات الثنائية البينية بين أمريكا بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية أنها اختارت بلدان فيها نظيمات سياسية مستقرة وفيها حكامات وفيها استشارات انتخابية مستقرة ومنتظمة هل الولايات المتحدة الأمريكية حسمت اختيارتها في منظورها لهذه الشراكة من هذا المنطلق هي حسمت أو على الأقل في طريق الحسم بهذا الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية تريد لاستراتيجيتها في إفريقيا أن تكون مختلفة عن الاستراتيجية الصينية عن الفرنسية وعن الروسية وغيرها من الأطراف المتنافسة على القارة الإفريقية استراتيجيتها بنتها على أسس رئيسية تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك وبالتالي نجد بأنها تركز بالدرجة الأولى على البلدان المقبلة على انتخابات رئاسية ينتظر أن يكون فيها تناوب على السلطة أو بلدان يعني تعتبر نموذج في التناوب الديمقراطي على السلطة كما هو الحال بالنسبة لغانا في غرب إفريقيا من ضمن الدول التي تعتبر استثناء في التناوب الديمقراطي على السلطة نفس الشيء أيضا في تنزانيا في زامبيا التجربة الآن مع الرئيس الجديد نفس الأمر طيب ما دلالت هذا التوالي في الزيارات لأنه في الواقع لا يمضي أسبوع واحد دون أن تجد مسؤول أمريكي من الإدارة الأمريكية يتجول في عدد من بلدان القرى الإفريقية وهذا الأمر لم يكن مألوفا في سابق الإدارات الأمريكية ما دلالت ذلك هل من الرسالة؟ الرسالة الأبرز هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسابق الزمن من أجل يعني تعزيز الحضور بعد فترة فتور طويلة نسبيا من هناك إدراك أنها متأخرة؟ نعم يعني الآن تريد أن تبرز أن إفريقيا حاضرة على الأجندة الأمريكية بالدرجة كبيرة جدا عكس الفترات السابقة وبالتالي تسعى إلى تعزيز الحضور من جهة وإلى منافسة باقي الشركاء خصوصا الصين وروسيا في الولايات في القارة الإفريقية بالتالي يتم توالي هذه الزيارات وقد شهدنا قبل زيارة كامالة هاريسة الآن كيف أن أنتوني بلينكن زار أثيوبيا والنيجر زار عديد الدول الإفريقية قبل ذلك قبله أيضا كانت هناك السيدة الأمريكية الأولى التي زارت كينيا وزارت ناميبيا قبل ذلك أيضا وزيرة الخزانة الأمريكية زارت السنغال زارت جنوب إفريقيا زامبيا حتى أن جو بايدن مرتقب أن يزور القارة الإفريقية لاحقا بالتالي كل هذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية منه أن تؤكد على أن خيارها الاستراتيجي للقارة الإفريقية ماضية فيه بأنها ستنافس لكن بناء على رؤية ومعايير مختلفة عن باقي الأطراف الأخرى أصبح معروفا أن الفضاء الإفريقي هو مجال تنافس لقوى أساسية في العالم نتحدث عن الصين عن روسيا كما ذكرت أنت أيضا تركيا وعدد من الدول الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية هل نفهم الآن توزيع النفوذ بين هذه القوى فيما يتصل بالتنافس على الشراكة مع البلدان الإفريقية ليس هناك توزيع بقدر ما هناك تنافس من أجل أن يكسب كل طرف أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية إلى جانبه لأنه لا نعرف بأن القارة الإفريقية هي قارة المستقبل كما يقولون يعني سوق كبيرة جدا بالمعطاء حتى الاقتصادي أكثر من مليار نسمة أكثر من نسبة 30% من معادن العالم توجد في إفريقيا لكن هناك من يركز على الديون مثلا هناك من يركز على العلاقات الأمنية والعسكرية في عدد من الدول التي فيها حكمات سياسية هشة الولايات المتحدة الأمريكية كيف يتبلور منظورها واختيارتها في هذا البعض الولايات المتحدة الأمريكية تقوم رؤيتها تجاه القارة الإفريقية على المعطيات المتعلقة بالديمقراطية بتعزيز الحكامة بالحريات بالشفافية بمحاربة الفساد وما إلى ذلك لكنها تركز أيضا لأن هذا جانب فقط من الرؤية الجانب الآخر القائم على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على نسبة من غازها من خليج غينيا القارة الإفريقية يعني قارة غنية جدا 40% من الذهب العالمي مصدره إفريقيا حوالي 12% من النفط العالمي أيضا إفريقيا 9% من الغاز إفريقيا يعني هناك موارد كبيرة جدا حتى بالمعطى الاقتصادي والتجاري تتنافس عليه مختلف الأطراف صحيح أن الصين دخلت من البوابة الاقتصادية بالدرجة الأولى ركزت على الموانئ هي مستثمرة في أكثر من 40 ميناء في القارة تركز على السكك الحديدية على بناء المدارس المستشفيات ما إلى ذلك ذهبت بالمعطى الاقتصادي بالدرجة الأولى ولكنها أغرقت كما يقول المنافس الأمريكي القارة الإفريقية في الديون هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب عليه وبالمقابل تبرز أنها لا تسعى إلى تكريس هذا النموذج وحتى أنها تقول بأنها لا تريد أن تفرض على الأفارقة الشركاء الذين يختاروهم وهناك وعي أيضا إفريقي كبير جدا بأن إفريقيا اليوم لا تريد أن تتحالف مع الشريك بحد ذاته وإنما تقوم رؤيتها وعلاقاتها مع تعدد الشركاء ولذلك لاحظنا محمد في غانا أنه قبل أيام قليلة من زيارة كامالا هاريس كان هناك وزير المالية الغاني زار الصين وأجرى مباحثات بشأن يعني إعادة هيكلة الديون وأكد رئيس الغاني ناناك فؤاده في محبب بحثاته مع كامالا هاريس أن الولايات الغانة لديها علاقات جيدة وستبقى مع الصين ولكن أيضا لديها مع الولايات المتحدة هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية في شركاتها مع الدول الإفريقية مبدأ التنوع الذي تختاره الدول الإفريقية وحتى الحيادة التي تختاره عدد من الدول الإفريقية إذا القضايا الدولية لن تسعى بطبيعة الحال إلى ذلك ولكنها تريد أن تبرز من خلال رؤيتها الجديدة تجاه القارة الإفريقية أنها مختلفة وبأنها تريد كما تركز على ذلك الإسهم في بناء المستقبل الإفريقي مع الأفارقة ولا تريد أن تكرر نماذج سابقة صينية وفرنسية أو روسية وما إلى ذلك إن نجحت في تحقيق ذلك وكان نموذجها مثالا مختلفا أعتقد أنها ببساطة قد يكون لها حضور قوي جدا ولكن الأفارقة بالدرجة الأولى انطلاقا من عديد التجارب باتوا يميلون إلى أن الشراكات تكون متعددة ولا يكون هناك حليفة وحيد فقط وبأنهم نقطة قوة أيضا في المستقبل بالنسبة لمختلف الأطراف الدولية شكرا جزيلا لك الزميل محفوظ ودسالك صحفي ومسؤول تحرير بإذاعة ميديا مهتم بشؤون الإفريقية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات ونعود المشاهدين الكرام لزميلة لينعلوش وبقية مواد نشرة الأخبار